أنشطة التخزين تتضمن وظيفة التخزين عددا من الأنشطة والوظائف الفرعية التي لا بد من تأديتها لتحقيق أهدافها وفيما يلي عرض مختصر لأهم هذه الأنشطة ألف الاستلام تقوم المخازن باستلام الأصناف التي ترد إليها إما من الموردين أو من جهات الاستخدام كمرتجعات وينصب نشاط الاستلام على تحديد الوحدات التي ترد من الصنف المعين وتحديد حالته العامة والجهة التي ورد منها با التجميع والمحافظة على المخزون يتعلق نشاط التجميع بوضع الأصناف في مجموعات كل مجموعة منها ترتبط أو تربط الأصناف بها علاقة ما وقد تكون هذه العلاقة هي الاستخدام أي أن هذه الأصناف تستخدم معا أو قد تكون التشابه بين الأصناف هو أساس التجميع وبصرف النظر عن الأساس الذي يستخدم في التجميع إن عملية التجميع لا بد أن يكون الهدف منها هو الخدمة التخزينية الأفضل جيم صرف الأصناف المخزونة تقوم المخازن بصرف الأصناف المخزونة لجهات الاستخدام المختلفة سواء كانت إدارة الإنتاج أو غيرها من الإدارات وذلك بناء على أدون الصرف المعتمدة من السلطة التي لها حق الصرف ويجب التأكد من أن الصنف الذي يتم صرفه هو الصنف المطلوب وكذلك يجب إثبات عملية الصرف على بطاقة الصنف وسجلات المخزون والترصيد بحيث يعكس الرصيد الكمية الباقية من الصنف ولا بد من مراعاة السرعة في عملية الصرف وذلك دون الإخلال بالدقة المطلوبة في هذه العملية دال مراقبة حركة الوارد والمنصرف من المواد يتعلق هذا النشاط بالربط بين حركة الأصناف الواردة وحركة الأصناف المنصرفة من المواد وتحديد ما إذا كانت هناك أي انحرافات إن وجدت وتحديد أسبابها والمسؤول عنها وكيفية علاجها واتخاذ اللازم لمنع تكرار وقوع هذا الانحراف ها مراقبة بنود المخزون تتضمن وظيفة التخزين نشاط مراقبة بنود المخزون المختلفة ويدخل في هذا النشاط تتبع حركة الصنف وتأثير على مستويات التخزين المختلفة وهي الحد الأدنى ونقطة إعادة الطلب والحد الأقصى وقد ساعد التقدم في الحاسبات العالية في تسهيل مهمة مراقبة بنود المخزون في هذا المجال العملية الإدارية لوظيفة التخزين تخضع المخازن للتطبيق الإداري مثلها في ذلك وظائف البشروع الأخرى وفيما إلي مناقشة لكيفية تطبيق وظائف الإدارة على الوظيفة المخزينية ألف تخطيط المخازن والمخزون يتعلق نشاط تخطيط المخازن باختيار موقع مخازن وبالتصميم الداخلي لها عند اختيار الموقع لا بد من دراسة عدة عوامل منها تكاليف الأرض والمباني والقرب من جهات الاستخدام ووسائل النقل المتاحة وتوافر الخدمات التي تحتاجها المخازن من كهرباء ومياه وخلافه ويتعلق التصميم الداخلي بتحديد أماكن التخزين والمكاتب الإدارية والطرق والممرات ومعدات المناولة ويجب أن يحقق التخطيط الداخلي للمخازن عدة أهداف منها استغلال المساحة المتاحة لأقصى حد ممكن والاقتصاد في تكاليف المخزن وتوافر المرونة لمواجهة التغيرات المحتمى لحدوثها في المستقبل في احتياجات التخزين أو المعدات المستخدمة ومناولة ونقل الأصناف بأقل جهود ممكنة والمحافظة على الأصناف والسهولة في عمليات الاستلام والصرف أما تخطيط المخزون فيتعلق بتحديد بنود المخزون كما ونوعا وقيمة وتوقيتا وتستخدم في هذا المجال الموازنات التقديرية كموازنة المخزون السلعي وعادة ما يتكون المخزون السلعي في الشركات الصناعية من أربعة أنواع هي المواد الخام ومخزون الإنتاج عند التشغيل والمنتجات تامة الصنع وقطع الغيار والمستلزمات الأخرى ويعتبر تحديد الكمية الاقتصادية للطلب الخطوة الأولى في تخطيط المخزون ويرتبط بذلك تحديد مستويات التخزين من حد أدنى وحد أقصى ونقطة إعادة الطلب ومما لا شك فيه أن تخطيط المخازن والمخزون بطريقة سليمة لا بد أن ينعكس على تخفيض تكلفة التخزين من ناحية ومستوى خدمة عالي لجهات الاستخدام من ناحية أخرى والعكس صحيح